الفساد المالي والإداري واحد من أبرز المعضلات التي يعاني منها العراق منذ عام 2003 وحتى الآن حيث تسبب الفساد بهدر المليارات من الدولارات التي كان يفترض أن تشكل عماد الاقتصاد العراقي فيما تذهب عشرات المليارات سنويا إلى فاسدين حكوميين ومتنفذين حزبيين وميليشيات مسلحة بحسب تصريحات لمسؤولين حكوميين وعبر الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال كان الفساد متعدد الرؤوس بين الحكومات وقوى في السنوات العشرين الماضية جذورا عميقة له حتى أصبح تهمة تتقاذفه الحكومات على بعضها بعضا في محاولة لتصفية الحسابات بينها مندوبة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخار تحدثت عن الفساد في العراق في إفادتها لمجلس الأمن الدولي وأكدت أن الطبقة السياسية والحاكمة في بغداد فشلت حتى الآن في وضع المصلحة الوطنية فوق أي شيء آخر مشددة على أن الفساد سمة أساسية في العراق وهو جزء من المعاملات اليومية مضيفة أن المصالح الحزبية تبعد الموارد عن استثمارات مهمة في تنمية البلاد وهو ذات التأكيد الذي أكدته منظمة الشفافية الدولية والتي أشارت إلى أن العراق يصنف ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم وذلك ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي تصدره المنظمة خبراء الاقتصاد أرجعوا استشراء الفساد في العراق إلى تركيبة نظام سياسي الذي يعتمد على المحاصصة الحزبية في تشكيل الحكومات مضيفين أن تورط شخصيات سياسية كبيرة وأحزاب نافذة في عملية الفساد في العراق وتأسيس مافيات منظمة تعمل بحماية أسلحة الميليشيات كما أن ارتباط عملية الفساد في العراق بشوهات تنسيق محكم مع دول أقليمية وأبرزها إيران كلها أسباب جعلت من الفساد آفة لا يمكن الشثاثها حتى وصل الفساد بحسب مراقبين إلى فوضى منظمة أوجدتها الكتل والأحزاب والميليشيات ودافعت عنها لأنها عززت من قوتهم ونفوذهم وتحكمهم بمقدرات العراق وثرواته منذ الاحتلال عام 2003 وحتى الآن